اشتركوا في القناة تسلم الإحصائية النهائية لجهات حكومية أخرى حال اكتماله هذا وكانت اللجة المالية النيابية قد اعترفت بوجود نحو 300 ألف موظف سمته بالفضائي فضلا عن آلاف ممن يستلمون أكثر من راتب أكد خبراء اقتصاديون أن حكومة السودان غير قادرة على إحياء الاتفاقية الصينية بشكل حقيقي دون موافقة أمريكية مبينين أن واشنطن اعترضت سابقا على هكذا اتفاقيات وستعرض أي اتفاقية بهذا الصدد خلال المرحلة المقبلة وبحسب الخبراء فإن العراق يعتبر ضمن النفوذ الاقتصادي الأمريكي كون الدولار هو المسيطر والمتحكم بمنطقة الشرق الأوسط وفي وقت سابق أصدر البنتاجون تقريرا حذر خلاله دول المنطقة ذاكرا العراق بالأخاص حذرهم من التعامل مع الحكومة الصينية كما حذر حكومة بكين من مغبة استفزاز واشنطن في منطقة الشرق الأوسط كشفت وثيقة مسربة قيام وزارة التجارة بمخاطبة البنك المركزي العراقي لاتخاذ إجراءات ضد إحدى المصارف الأهلية التي تحتجز نحو سبعين مليار دينار من أموال الوزارة وترفض صرفها أظهرت الوثيقة المؤرخة في نيسان الماضي طلب الوزارة من البنك المركزي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومن بينها تحويل المبلغ بالكامل من الحساب المفتوح في المصرف المتحد أو في المصرف المتحد للاستثمار والذي يرفض صرف أموالا لوزارة التجارة من حسابها لأغراض تتعلق بنشاط صندوق دعم التصدير وصف متقاعدون النظام المصرفي في العراق بالفاشل مؤكدين إحجام العراقيين عن إيداع أموالهم في المصارف لانتشار الفساد والرشاوة فيها فأكشف المتقاعدون أن العملاء يتعرضون للاستغلال وأن النظام المصرفي في العراق بات يواجه أزمة ثقة لدى المواطن العراقي لتقلب الأوضاع السياسية والاقتصادية إضافة لعدم استقرار البلاد وانتشار الفساد مشيرين إلى أن قاضية فقدان مليارين ونصف مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية أو ما بات يعرف في سرقة القرن زادت من الشعور بعدم الثقة بالنظام المصرفي في البلاد جدد مصرف والرافدين تحذيره من عمليات احتيال في بطاقة الاعتمان وشدد بيان للمصرف على وجوب عدم إعطاء البيانات الشخصية للبطاقة الاعتمانية لأي شخص يدعي ارتباطه بتلك الشركة أو المصرف لتلافي الوقوع في فخ الاحتيال في بطاقة الاعتمان والاستخدام غير المصرح به لحساب تلك البطاقة وكان المصرف قد كشف في وقت سابق عن أشخاص يدعون أنهم موظفون في المصرف يطلبون من العملاء كلمة سر بطاقاتهم عبر رسائل لسرقتها والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار الصرف في العمولات الأجنبية وأسعار المحاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله